أكاديمية الشرطة وقطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية يستقبلان وفدا من وزارة الشباب والرياضة ودوم الوفد الشباب المشاركين في برنامج ملتقى القيدات الإعلامية الشبابية للاطلاع على أليات إعداد رجل الشرطة ومنظومة الإعلام بوزارة الداخلية بهدف ترصيخ قيم الولاء والانتماء والمساهمة في تبادل الخبرات بين الشباب في دول العالم وفي إطار التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة استقبلت أكاديمية الشرطة الشباب المشاركين في النسخة الثالثة من برنامج القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية والذين يمثلون عددا من دول العالم إضافة إلى مصر ليتحت الفرصة لهم لمعرفة آليات إعداد رجال الشرطة بيشارك معنا طلاب كلية إعلام الجامعات المصرية والجامعات العربية وكمان الجامعات العالمية النهاردة بيشارك معنا دول أجنبية كتير جدا الرسالة والهدف الأسمى لتلك الزيارة هي إرسال صورة أكاديمية الشرطة إلى مختلف دول العالم من شباب الإعلام بالشكل الذي يليم بالدولة المصرية ووزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة كلهم كان عندهم صورة زينية عن الأكاديمية من خلال اللي بيشوفوه في التلفزيون وفي الإعلام النهاردة هم كانوا فخورين جدا أن هم في نفس المكان اللي موجودين في اللي كانوا بيشوفوا الحاجات دي فيه في التلفزيون هؤلاء الشباب شاهدوا من خلال فيلم تسجيلي ما تملكه الأكاديمية من إمكانات ومرافق تدريبية وتعليمية متطورة تسهم في إعداد الكوادر الأمنية المحلية والدولية اسمحوا لي أن أعبر أن خالص الشكر لهذه الأكاديمية الشرطية وقد حصلت على عديد وكثير من المعلومات لهذه الأكاديمية تفاجأت جدا بالجاهزية العالية والدقة الحديثة الموجودة هنا في الأكاديمية وأتمنى أن الوطن العربي يكون بهذا المستوى أشعر بسعادة غامرة أن أنا حضرت اليوم واستفدت الكثير من هذا الصرح العظيم الذي أقيم في هذه الأكاديمية كما شهدت الزيارة تنظيم ندوة تثقيفية تحت عنوان دور الإعلام الأمني في التواصل مع المواطنين ودعم الاستقرار المجتمعي وترجمة وقعية لهذه الندوة التي تؤكد ما تتمتع به وزارة الداخلية من قدرات إعلامية كبيرة قام الشباب بزيارة مقر قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية للاطلاع على التطور الكبير الذي تشهده المنظومة الإعلامية بالوزارة في أداء رسالتها في التواصل مع المجتمع وكافة وسائل الإعلام وبث رسائل مقرؤة ومسموعة ومرئية للتعريف بجهود الوزارة وأنشطتها شفنا قد إيه بيتم اتخدام آليات متطورة جدا علشان تسهل من وصول المعلومة للجمهور فكان الموضوع مميز لنا جدا وزارة الداخلية إنها بتحتم جدا بإصدار البيانات مؤثقة بالصور عشان إنها تكون فيها كمية مصداقية كبيرة جدا من الجمهور دي إنتوا بتتبعوا كافة الأخبار وإزاي بتقدروا تتحققوا من الأخبار وتردوا لو فيه أي شائعات وبيكون الموضوع ده كله بيكون بسرعة عاجلة أسنى الشباب على الإمكانات الكبيرة التي يملكها القطاع وسرعته في التواصل والرد على الاستفسارات بشكل احترافي وإعداده المواد الإعلامية المختلفة التي تبث عبر وسائل الإعلام في الداخل والخارج وحرصيها على أن تكون دقيقة وذات بعد وطني دخلنا الستيديو وإذا شوفنا إزاي بيتم إنتاج البواد الإعلامية الخاصة بالقطاع بتنتج على مستوى عالي جدا من الجودة الإعلامية سواء على مستوى الصوت أو على مستوى التصوير أو على مستوى المحتوى في هنا تقنيات مختلفة كبيرة جدا في أجهزة مجهزة بأحداث التقنيات وده اللي بيخلي المركز دايما في أفضل صورة طول الوقت في جهود أنا بصراحة انبهرت بيها التكنولوجيا، الستوديو بتاع المكان مجهز بأكمل وجه طريقة التقديم مش طريقة تقديم معلومات قدام ما هي فعلا يعني فيلم ممكن تستمتع به ممكن تشوفه زيارات تؤكد على الريادة المصرية في مختلف مجالات العمل الأمني والرغبة في التواصل المجتمعي الذي يحقق الاستفادة لهؤلاء الشباب ويطلعهم على الإمكانات الأمنية المصرية المتطورة التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار زيارات متتالية يستقبلها قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية لإطلاع على المنظومة الإعلامية للوزارة والتي تسهم في الرد على الشائعات وإعداد مواد فيلمية متنوعة سواء من مقرؤة أو مسموعة أو مرئية لإطلاع المجتمع على الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية عبدالله بركات التلفزيون المصري